اشتركوا في القناة واعتقد بل ان انا اوعدكم انكم هتسمعوا فيها كلمات ومعلومات الحقيقة ان هي ممكن تكون ما تقلتش قبل كده في وسائل اعلام كتير كلنا اكيد بنتابع وبنصطدم وانا اعني المعنى حرفيا بنصطدم بمحتوى بيظهر في قنوات عديدة خاصة بالبرامج الطبية الاعلانية اللي من شأنها انها بتروج لكثير جدا جدا من خلينا نقول الحاجات الطبية اللي بيبقى الشغل الشاغل لاصحابها هي المعاملات التجارية او المردود الاقتصادي على الاطباء اللي بيعلنوا عن نفسهم من خلال هذه البراك من ضمن التخصصات الشهيرة جدا في هذا الامر تخصص طب الفم والاسنان الحقيقة بنسمع وبنشوف حلقات كتيرة بنلاقي الناس كلها بتتكلم عن عمليات التجميل بتتكلم عن الهوليود سمايل او الابتسامة الهوليودية بتتكلم عن حاجات كتيرة قوي 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 ومحدش تقريبا بيتكلم عن الاساس او المعلومات الاساسية بمعنى ان المعلومات الاساسية في المقام الاول والاخير هي الاهم بالنسبة لحضراتكم وبالنسبة للطب المعلومات الاساسية اللي بتقول لحضراتكم ان احنا لازم نخلي بالنا من ايه لازم تكون معرفتنا بايه فيما يخص عنصر من عناصر جسمنا من اغلى العناصر علينا واللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيوهبه للجسم البشري طوال عمره منه الطفل لسه يعني جنين او من بداية ولادته وحتى نهاية عمره انا بتكلم النهاردة عن الاسنان وعلشان كده كان ضيفي النهاردة لازم يكون عالم في هذا المجال عالم يكلمنا عن الاساسيات يكلمنا عن النصايح يكلمنا عن اللي المفروض يتعمل وللمفروض نخلي بالنا منه ضيفي النهاردة وضيف حضراتكم في يحكى انه هو الاستاذ الدكتور كريم فوزي استاذ الفم وعلاج اللثة بكلية الطب جامعة القاهرة دكتور كريم اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا دكتور محمد حضرتك مشرفنا ومنورنا والنهاردة ان شاء الله نعمل حلقة في يحكى انه تكون مفيدة للناس وتنفع الناس وتعرفهم زي ما قلت كده في كلامي الاساسيات ونخلي الحاجات التانية لأهلها او لأصحابها شكرا جزيلا لدعوة كريمة وانا اتشرف وجودي مع حضرتك اهلا وسهلا بحضرتك الحقيقة انه كان لازم الكلام مع حضرتك وحضرتك اكاديمي بارز يعني عالم في مجالك يبدأ من الاساسيات خالص يبدأ بفكرة انه في مشاكل كتير قوي قوي مننا بيتعامل معها مع نفسه على انها مشاكل عادية وبمرور الوقت بيتعامل مع ولاده لما بتصيبه ما دي المشاكل على انها مشاكل عادية وهي في الحقيقة مشاكل خطيرة جدا ومردودها واثارها خطيرة جدا انا هنا بتكلم تحديدا عن مشكلة تسوس الاسنان عايزين نعرف من حضرتك تسوس الاسنان يعني ايه تسوس الاسنان بيحصل ازاي بنبدأ من الاول خالص كده طرق الوقاية واكيد هنتطرق الى بقى الاثار السلبية يعني وعلاج هذا الامر واكيد الاثار السلبية النتجة عن اهمال هذه المشكلة وعدم الاعتناء بحلها تسوس الاسنان هو من اكتر الامراض الشائعة في العالم كله تمام وهو بيعتمد على فكرة التقاء السكر مع البكتيريا مع السنة واذا التقى التلات دوائر دول مع بعض بيحصل او يحدث تسوس الاسنان التلات دوائر دول لو بسطلهم حضرتك بشكل مجرد هتلاقي ان الاسنان موجودة في بقنا فمش ممكن تختفي من كدائرة البكتيريا موجودة في بقنا لكن ممكن تزيد وتقل على حسب عينيتي بفمي والسكر هو الذي او الدائرة التي ممكن ان انا اشيلها بالكامل او احطها بشكل مبالغ فيه وبالتالي اشغل التلاقي التلات دوائر دول مع بعض بشكل مباصل فهنا بنقابلنا نقطتين نقدر نشتغل عليه وهي نقطة البكتيريا ونقطة السكريات صحيح وهنا برضو نقطة سكريات نقطة مهمة للاشارة لها فان السكريات في حد ذاتها لها مخاطر اهم بكتير قوي من التساوس السكريات في حد ذاتها هي اللي بتصيب الخلايا بالشيخوها هي اللي بتسرع عملية ان الجسم يكبر والمشكلة الاخرى ان السكريات ارخص شيء بمعنى ان السكر الابيض وبدخوله في حياتنا هو عنصر رخيص جدا لاعطاء الطاقة وبالتالي التعاطي منه بيبقى تعاطي مبالغ فيه غير ان الجسم مع الوقت بيبتدي زي اي شيء يعلي المستقبلات على اللسان للسكر فحضرتك كل ما بتزوت كل ما الجسم بيود من الكمية وبالتالي لو حياتك جربت حد بيشرب مثلا كنت بقيت شاي بمعلقتين سكر وقلت له قلل معلقة واحدة هيحس ان الشاي مفوش سكر خالص مع ان الشاي فيه سكر وبعد 6 شهر هيبقى بيقدر يتعود او بعد 3 شهر على انه ياخد معلقة واحدة لو حيلت تقليلها تاني هياخد الجسم فترة ليه؟ لان المستقبلات دي لازم تختفي فهو حلقة دايرة كاملة ازاي ان الجسم كل ما بتديله اكتر بتضره اكتر وبتربطه اكتر بالسكر فابدع بشكل مبسط لو تقبلوا التلات دوائر دول فهنا عندنا دائرة السكر كلمنا عنها وفيه دائرة البكتيريا اللي هي بتحول السكر ده لاحماض تقدر تدوه بالاسنان وتعمل التساوس البكتيريا ما تقدرش تحول بروتينات لهذه الاحماض ما تقدرش تحول دهون لهذه الاحماض وبالتالي وجود السكريات في القرن العشرين والواحد وعشرين بشكل ما كانش موجود به بقبل كده ادى فرصة ان امراض زي التساوس تزيد لحد كبير جدا يعني لا يمكن تخيل ان في القرون التي سبقتنا كان التساوس بشكل العلاجات ما كانش موجود ولو بصينا مثلا في جددنا الفرعنة وبصينا على المميوات هنلاقي ان الناس المميوات باسنانها كاملة وسطوا لغاية اخر عمرهم وده يؤكد نقطة مهمة ان الاسنان مش معمولة عشان استهلاكها وهم مش هيكملوا معنا الاخر العمر وبالتالي هو شيء حتمي فقدانه ايوه دي نقطة مهمة جدا يعني فيه ناس بتتعامل مع انه شيخوخة الاسنان امر لابد منه وهو ده امر خاطئ طبعا وهو ده امر مش صائب والمشكلة الاكبر انهم بيتعاملوا معها ان انا عندي عدد من الاسنان وكل سنة تعاود الاخر بمعنى انا فقدت واحدة من الاثنين وثلاثين ده هيأثر فحاجة لا انا عندي لسه واحد وثلاثين ده نظرة خاطئة تماما لان الاثنين وثلاثين درس وسنة كل واحد فيهم لي وظيفة مختلفة تماما عندك قواطع مثل السكاكين عندك طواحن مثل الراحة فبمعنى ان الاثنين وثلاثين سنة هما اشبه بشنطة عدة كاملة لو نقص منها واحد من اجزائها الشنطة كلها ممكن ما تشتغلش وبالتالي فقدان درس ممكن يؤثر بشكل كبير جدا على النصف الفك بالكامل اللي فقد فيه هذا الدرس لانه بيأثر على ان هذا المكان ما يقدرش يتعامل مع الدرس اللي اسفل منه بيقوم المشكلة الدروس اللي قدامه واللي وراء تبتري تتحرك في هذه المسافات فتأثر على المجموعة كلها وطبعا الوظيفة اللي كانت مرتبطة بهذه المجموعة السنية بتفقد بالكامل وتبتدي المشكلة تترحل بالتدريج للناحية التانية من الفم فالناحية التانية بدل ما يشايل لنصف الشغل طبعا ده تبسيد تشايل أغلبيته العضلات الفك في الناحية التانية بتتحمل عليها أكتر فالاستهلاك بيبقى أهل فبالتاني فقدان درس هو شيء خطير زي بالزبط فقدان إصبع لأن أصابع اليد مش كلها بتديك نفس الوظيفة تمام فالخاطئ برضو في التصور ناس كتير أنهم بيقولوا أو بيتخيلوا أن الزرعات أو الغرسات اللي بتعوض الأسنان هي زيها زي الأسنان الطبيعية إحنا دايما بنقول هي تشبه في الشكل الأسنان الطبيعية و بنحاور بيها نعوض جزء من ما فقد من وظائف الدرس الذي فقد لكن عمرها ما بتبقى زي السن أو الدرس الطبيعي تمام لكن حضرتك بتحلنا إلى الأمر بشكل فكرة أن تساوس الأسنان دي مشكلة كبيرة قوي مش مشكلة معتادة لأن أنا الحقيقة شفت إعلان تجاري الناس كلها بتشوفوا من أحد شركات معجون الأسنان بيقولوا أن النسبة وصلت إلى أن طفل من كل اتنين في مصر عندهم تساوس الأسنان بغض النظر طبعا عن أنه لم يذكر في الإعلان مصدر المعلومة ولكن يبدو أن المشكلة كبيرة فعلا يعني إحنا بنقابل مشكلة كبيرة وبحكم أننا كل الطب أسنان جامعة القاهرة فإحنا لنا السمعة الكبرى في التعامل وبيجينا من مصر كلها أكبر مستشفى جامعي وبنشوف أعداد كبيرة جدا بدون ذكر الأرقام دلوقتي لأنه دي طبعا حاجة داخلية للكل لكن جزء كبير منهم أطفال المشكلة في الأطفال حضرتك أن الأطفال مسؤولية ذويهم بمعنى أنا بربي طفلي تربية أخلاقية لكن برضو بربي تربية غذائية وهذه التربية الغذائية أكيد ستأثر في أسنانه في تسويسها وهتأثر في صحته العامة لأن زي ما اتفقنا وزي ما اتكلمنا أن السكريات ستسويس الأسنان فهي ستضوص صحة الطفل من بدل سيتعود على نظام غذائي هو مدر لي في مجالات أخرى في مرض السكري وفي أشياء أخرى فتسويس الأسنان برخص المواد السكرية وانتشارها وعدم وعي الأهالي بأن هم المسؤولين الحقيقيين عن تسويس أسنان أطفالهم بقينا بنشوف أطفال عندهم أربع سنين ولازم يدخلوا عشان يتعالجوا البنج الكلي فالبنج الكلي ليه مخاطر طبعا كلنا عارفينها فإن أنا حط طفلي ابني بإيدي في هذا الوضع فده يعتبر مسؤولية الأب والأم ويجب أن يتم الحديث في هذا الأمر أنت بتضر ابنك وبتضر بنتك صحيح ولي بن نفاجأ به أنه مش بيبقوا مدركين الأهالي أنهما السبب في هذا التسويس لأنهما بيقولك هو الطفل ليه سنينه سويسة كده ده إحنا من نعملش ده إحنا واخدين بالنا منه فبالتاني إحنا محتاجين توعية للأهالي إيه هي طرق الوقاية أكيد ما فيش طفل ينام من وهو طفل صغير على إزازة لبن أيه لأن اللبن فيه سكر حيزو أسوي السنان ما فيش طفل يدخل سريره ينام بالليل إلا ما يكون غسل سنانه بالفرشة والمعجون وهنا نحب ننوه إن الفرشة والمعجون بتحمي بنسبة حاجة وتسين في المئة فعلا من التساوس فعلا فعلا وهي من الطرق الوقائية في الجسم اللي ليها نتيجة عالية جدا الفلوريد اللي موجود في معجين أسنان الأطفال هو تلت تقريبا الفلوريد اللي موجود في معجين أسنان البالغين لأن الأطفال ما يقدروش يتمضمضوا والفلوريد مادة سامة لكن طبعا السمية لها دعوة بالكمية فعشان كده عند الأطفال أقل ومعجين أسنان الأطفال بيذكر عليها كمان المراحل العمرية مظبوط يعني إنه هو بيبقى المعجون ده مناسب مثلا تحت سن سنتين أو فوق سن سنتين أو ما إلى ذلك ولو بصينا على معجون الأسنان فهو متوسط 10 جنيه يعني برقم معقول جدا ومقبول جدا والفرشة برقم مقبول جدا فلو بصينا وخصوصا قبل النوم لأن التسوس بيحدث أكثر في فترة دي لأنه ما بيبقاش في أي حركة لمدة كذا ساعة في الفم فهم بيحموهم جسمانيا وماديا من أشياء كتيرة جدا بعد كده هتحدث لهم طيب قبل ما نترك النقطة دي دكتور كريم اسمح لي أن أنا أسأل الأسئلة اللي بيسألوها الناس في البيوت بالنيابة عن الأباء والأمهات وحتى الكبارية هل كل أنواع السكريات تحدث نفس الضرر بمعنى يعني بمعنى مثلا أنه العصاير تحدث نفس ضرر الشوكولاتة نفس ضرر مثلا المواد اللازجة ولا في مواد أكثر خطورة من غيرها ده أول سؤال المواد اللازجة يعني خلينا بساطة المواد اللي هتقعد في بقنا أكتر أخطر لأن التلات دواير اللي كلمنا عنهم في الأول حيتقبلوا فترة أطول أيها فكل ما كانت السكريات دي لازجة ملتصقة كل ما كانت أخطر أيها نبسطها بمثال حي بسيط لو أنا خدت شوكولاتاية طلع طعم التلاجة فهي مش صيحة لكن لو نفس الشوكولاتاية صيحة فهي هتلزق فرق بينهم كبير لو أنا خدت عصير سائل فاحتماليات إنه يلزق أقل بيتشرب على طول السكر دخل وممكن يعمل ضرر لكن الضرر مش هيبقى زي حاجة لتسقط بالسن وبقت ساعات وفي الساعات دي عملت المشاكل عشان كده بنقول بعد الأكل نخسط سننة عشان أي شيء مازال ملتصق يتشال الفلورايد موجود الحمد لله عندنا في المية الشرب يعني فيه دول مش خطة في مية الشرب إحنا حطينه في مية الشرب في مصر الحمد لله يحتاجين كمان معجين الأسنان كفلورايد تدخل وغسيل الأسنان يبقى في الفترات المحددة ليه تمام ده يشيل المشاكل التصاقية لكن في كل الأحوال لازم أبتدي أستعيد عن السكريات على قد مقدر بالغير السكريات بالغير السكريات يعني هو حضرتك بنتكلم على أن النمط الغذائي العام للأطفال أو حتى للأسرة لأن الأطفال هو عملية محاكاة للأهل يعني غالبا ما بيكونش فيه أهل يعني راشدين في التعامل مع السكريات بوعي وحرص ويطلع الطفل خارج هذا الإطار والعكس طبعا صحيح أنه الطفل لما بيكون منفتح باندفاع شديد ناحية المواد الخطيرة على فمه وأسنانه بيكون ده مراية لسلوك الأب والأم أو لليه بيحصل في البيت طيب إحنا ما زلنا عند نقطة التسوس وعايزين نتكلم مع حضرتك أكتر عن طرق الوقاية بشكل عام لكل بقى يعني لكل منطقة الفم واللثة لكن هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضرتكم يحكى أنه مازال متواصل واضفنا النهاردة الأستاذ الدكتور كريم فوزي أستاذ طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب جامعة القاهرة وحديث هام جدا جدا عن أسناننا وكيفية التعامل معه خليكم معنا أهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية في القسم الثاني من حلقتنا النهاردة واللي ضفنا فيها الأستاذ الدكتور كريم فوزي أستاذ طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب جامعة القاهرة وبدأنا الحوار في الجزء الأول عن مخاطر تسوس الأسنان وعرفنا من الدكتور كريم أنه المسألة مش مسألة عادية لكن ليها أبعاد كبيرة جدا وعشان كده لازم فيه اهتمام بعلاج تسوس الأسنان عايزين نعرف دلوقتي يا بقى دكتور كريم أولا إحنا طرق الوقاية الفعالة اللي هي بخلاف اللي هو غسيل الأسنان بالفرشة ثانيا الجوانب السلبية بقى لإهمال العلاج يعني عادة على فكرة ودي حاجة في العالم كله يبدو أنها حاجة إنسانية أن الناس لما بتبتدي تستشعر المخاطر بتبتدي تستشعر أهمية العلاج وده طبعا يعني حاجة يبدو أنها حاجة يعني نفسية فعايزين برضو نعرف الناس بتفتكر أن التسوس هو مجرد إحساس بالألم أو ما إلى ذلك لكن أكيد لها جوانب تانية أحب أن أنا أعرفها مع حضرتك يبقى نبدأ بالوقاية ثم يعني نذهب إلى الجوانب بقى السلبية لإهمال علاج أمراض اللثاء أو أمراض الأسنان بشكل عام الوقاية زي ما قلنا هنبتدي الأول لازم بتقليل السكريات أيوة دي أهم حاجة دي أهم حاجة وناخد بالنا أنه فيه أغذية صحية فيها سكريات يعني العسل العسل فيه شفاء للناس بس فيه سكر طب فلازم الواحد يبقى معتدل في استخدام الأشياء زي العسل زي الفكهة فيها سكر ويخسل أسنانه بعد الوجبات بالفرشة والمعجومة يعني المثالي أنه نخسل بعد كل وجبة بعد كل وجبة وقبل النوم مهم جدا 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 ما ندخلش أبدا فيه ناس بيعملوا العكس يا دكتور كري يعني بيخسلوا أسنانهم في بداية اليوم وليس في نهايته لا هي أخطر واحدة هي نهاية اليوم نهاية اليوم ما تفوتش أبدا أيوة ليه لأن حياتك بيدخل بعد كده ينام 8 ساعات لو دخل نام 8 ساعات وفيه شيء ملتصق سكري بالسن فهو بيسيب 8 ساعات المشكلة براحتها خالص لا اللسان بيتحرك ولا بيشرب شيء ولا أي حاجة فالبكتيريا عندها حرية تامة إنها تبتدي زي ما قلنا تعمل الأحماض وتتدوب المينة وتبتدي حياتك أشرت الموضوع ألم الأسنان هي نقطة مهمة جدا إن التساوس في مراحله الأولية والمتوسطة ممكن يبقاش فيه ألم لا يسبب الألم لا يسبب الألم وما يسببش الألم إلا ما يكون وصل لغاية العصب وساعتها بتبقى المشكلة كبيرة جدا ماديا وكمان في الحفاظ على الدرس هل هو حيعمل لك أصب ولا حيدخلها عشان كده احنا بننصح دايما غير في الوقاية برضو إنك لازم تكشف بالكتير كل سنة وياريت كل ستة شهر عند دكتور الأسنان لأنه حيارة تساوس أنت لا ترى ولا تشعر به وطبعا بننصح إنه على طول نبقى في البيت بنرائب أسناننا في المرائي نبص في المرائي ونبص على أسناننا ونشوف في إيه فالوقاية وقاية فعالة جدا وبقاية كتاني وفعالة مش بس طبيا فعالة ماديا بتوفر للأسر ماديات كبيرة جدا هم في الظروف العالمية الحالية العالم كله بيوفر في كل شيء فإزاي تبقى حاجة بتفيدني في صحتي وبتوفر لي فلوس ما بقاش مدركها وما بقاش بعملها صحيح من نسبة للأسر المترتبة على تساوس الأسنان هي أسر كبيرة جدا أولا لو التساوس وصل لخلع الأسنان فإنت في مشكلة حقيقية في المضغ إذا لم يعود هذا الدرس ومشكلة المضغ دي حتؤثر على الهضب طبعا كأقل حاجة في برضو أبحاث كانت على فكرة إن دلوقتي في حاجة اسمها بمعنى عدد السنين التي فقدت بالنسبة للمرض يعني الأرقام العالمية بتقول إن فيه ثلاثة ونص بليون بني أدم تساوس الأسنان مصبي في العالم كل من يعني السكان العالم فقدوا خمستاشر مليون ساعة من أعمارهم في الشكل ده صحيح بمعنى إن أنا بروح للدكتور أو أنا موجوع أو أنا سبت شغلي أو أنا مقدرت يروح المدرسة أو أنا حتى قاعد في البيت مش عارف أذاكر مش عارف أنام كل دي أوقات راحت من حياتنا صحيح يجب الحفاظ عليها نقطة مهمة برضو إن الموضوع ليه تأثير على الشكل فبيأثر في ثقة الإنسان في نفسه بيأثر في فرصه إنه يعمل لأن إحنا في عصر وحضراتكم طبعا أكتر ناس مدركين لهذا الموضوع بحكم طبعا العمل بتاع حضراتكم في الانطباعات الأولية مهمة جدا في الشكل شيء جوهري في التعرف على الإنسان في مظهره ففي عدد كبير بيشتكوه من إنه هو بيأثر عليهم في انتروفيوهات الشغل تمام والحقيقة إنه مش بس في الشغل ده هو بشكل مبدئي في العلاقات الإنسانية يعني فكرة إنه طلاب الجامعات وحتى بعد ما نهوا دراساتهم الجامعية وبدأوا العمل فكرة إنه إنه ممكن يبقى فيه شاب مثلا بيتقرب من بنت علشان يتزوجها أو ما يعني أو كده وهو تاخد انطباع على طول إنه هو يعني مهمل في صحته ومهمل في شكله ومهمل في كذا من جراء عدم اعتناءه بأسنانه يعني فيبقى كده عندنا تأثيرات مادية أو تأثيرات اقتصادية وتأثيرات نفسية وتأثيرات الاقتصادية بقى هنا بتوسع شمال يعني أكتر من على المستوى الشخصي إلى المستوى الدولة لأن بتنتر الدولة في الحالات دي تستورد مواد كتير جدا بالعملة الصعبة لعلاج الأسنان لأن المواد كلها جاي من الخارج وفي آخر إحصائيات كانت البتاقي الأمم المتحدة كان سنة 21 مصارفنا في الحاجات الطبية المستوردة لمصر تقريبا 2.7 من 10 أو لا 2700 مليون دولار فلو حياتك حطيت الرقم ده دخلنا في 3 مليار دولار بالشكل تقريبا 3 مليار فده رقم ممكن تقليله بحملة أو بتوعية للناس على إن الخطر عليك قبل ما يبقى علي وعلينا كلنا نيجي النقطة مهمة جدا وهي تأثير أمراض اللاسة مش بس التساوس الأسنان على الصحة العامة لأن اللاسة هو بوابة دخول البكتيريا على الجسم فلو فيه التهابات اللاسة فيه ارتباط وثيق بين التهابات اللاسة وأمراض القلب وأمراض الكلة ومرض السكري لدرجة إن لو فيه التهابات في اللاسة ممكن دول السكري ما يجيبش النتيجة اللي يجيبها من غير التهابات اللاسة يعني فيه أبحاث كتير ورد إنك بعلاجك لأمراض اللاسة كأنك زودت دواء تاني على علاج كأنك زودت فاعلية دواء السكر يعني كأنك ديته دواء تاني كأنه بياخد دوين دواء 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 حاجة وحاجة من نسبة المصابين بمرض السكر عالية جدا عالية جدا فهو موضوع كله مترابط ببعضه صحيح وبيأثر بشكل كبير جدا على البني آدم وعلى صحته وعلى المحيطين به وهنا برضو بيبقى في المسؤولية الأسرية أنت بمرضك فأنت بتبقى مش بس حملة بعد الولادة عند السيدات فهنا الموضوع لو بصينا عليه بالمجمل هنلاقي أنه مشكلة كبيرة لكن حلولها في أدينا بالكامل بالضبط بزي ما حضرتك كنا منتكلم بالتوعية وبإني أفهم أن مسؤوليتي الشخصية على نفسي ما حدش هيشلهالي أيها بالضبط فدي نقطة مهمة جدا في التأثيرات بتاعتنا طيب أمراض اللاثة أشهرها إيه وسائل منعها يعني إيه أشهر أنواع أمراض اللاثة أمراض اللاثة بتبقى التهابات في اللاثة وإذا تطورت بتبقى التهابات أكلة العظم وبتعمل ما نسميه الجيوب ودي بتبقى فقد العظم ورجوعه من أصعب ما يمكن فبتخلق أماكن البكتيريا تقدر تتحوش فيها وتكمل تدمير للأنسجة المحيطة بالأسنان وبالتالي الأمراض في أولها ممكن الوقاية منها لأن البكتيريا بغسيل الأسنان عمرها ما هتوصلنا تعمل للتهاب وأن أنا بروح زي ما قلنا للدكتور بتاعي كل 6 شهر لسنة أتابع ويعمل لي مرة التنظيف بتاعي فبالشكل ده ما وصلتش لكده لكن إذا حدثت فهي أصعب كتير من علاج التساوس التساوس في علاجه عشان برضو نبسطه للناس عشان إحنا بقية الجسم بيتعليكش كده هو إن إحنا بنقطع الجزء المصاب وبنعوضه بمادة صناعية فهي برضو كتبسيط هي عاملة زي ما يكون عندك أي جزء مصاب في جسمك وبتقطعه وتحط مادة صناعية مهما كانت المادة الصناعية شكل الجزء المصاب فهي عمرها ما هتبقى بنفس القوة أو بنفس القدرة فعشان كده مهما إحنا عالجنا إحنا رجعنا جزئيا ما فقط أو حجما لكن عمره بيبقى بنفس القوة اللي كان فيه عشان كده الوقاية في مجال الأسنان هو شيء مهم جدا ويجب إن نبتدي دلوقتي بتطورنا في المجالات المختلفة إن ناخده على محمل الجد لتأثيراته الواسعة على الجسم كله زي ما قلنا كما هو على النفسية وعلى الحالة اقتصادية تمام دكتور كريم أكيد عندنا بقى بعض الأسئلة دي هتكون يعني في القسم الثالث من حلقتنا برضو بتدور في أدهان الناس كلها وفي كل الأعمار خاصة بالأطفال خاصة بالمراهقين خاصة بالزوجات خلال الحمل كبار السن وما إلى ذلك علشان كده سمحلي إن احنا نطلع الفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا مع حضرتك يحكى أن مازال متواصل وأظن إن احنا يعني سمعنا كلام النهاردة الحقيقة أنا شايف إنه كلام عظيم جدا جدا يعني وحديث قوي وأهم ما فيه إن الحكاية كلها في ملعبنا زي ما بيقولوا يعني إحنا اللي نملك يعني السؤال والجواب إحنا اللي في إيدينا ممكن نصنع المشكلة وممكن نحلها يحكى أن مازال متواصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضرتكم في القسم الثالث من حلقتنا النهاردة ويسمحوا لي إن أنا أقول يعني بنياب عنكو حلقتنا الأولى مع الدكتور كريم فوزي لأن يبدو إن إحنا هنحتاج حلقات أخرى للحديث في موضوعات أخرى يعني لم يسع لها وقت الحلقة النهاردة لأننا خصصنا بقى الجزء الأخير النهاردة عن بعض التساؤلات دكتور كريم أول سؤال عايزين نسأله عن درس العقل يعني درس العقل هذا الدرس الذي اكتسب شهرة تاريخية ويعني يعني كبيرة جدا جدا والحقيقة أن الناس يعني حتى في الكنترول بيسألوني يعني مدى أهمية هذا الدرس مقارنة بباقي الدروس وهل هو فعلا على قدر مساواة مع باقي زملائه ولا هو بيتمايز بحاجة معينة وإمتى تدفعنا الظروف ناحية يعني نواية شال فيبقى إيه الظروف يعني اللي احنا نوافق فيها على هذا الإجراء أولا دا سؤال جميل وهو من تسميته درس العقل فالناس بتفتكر أنه بخلعه وبيحصل مشاكل مع العقل وبع الإدراك وكذا هو مسمى درس العقل لأنه بيطلع في فترة من 16 سنة إلى ما فوق لغاية 40 يعني الفترة الزمنية اللي ممكن يطلع فيها كبيرة جدا وأحب نوه هنا يعني ممكن لغاية سن 31 أو ربما يكونش طلع لا يكونش طلع طبعا بتبقى حالات مش منتاشرة ندرة شوية بس بوجود بيتكون متأخر بس أحب نوه هنا بالنسبة لأجدادنا الفراعنا إنهم كان عندهم درس بعد درس العقل كمان كان فيه درس زيادة لأن كانت نوع الغذاء في هذا الوقت مش مكرر زي الغذاء اللي عندنا كان غذاء فيه زلط حاجات يعني حاجات مش نعمة زي عنها فكانت الدروس بتتبري مع الوقت فبيقل المسافات بينهم فممكن درس كمان يطلع لأنها مع الوقت الدروس لما بتتبري بتتحرك إلى الأمان لكن لما دخلنا في الأغذية الجميلة بتاعتنا اللي هي ما فيهاش زلط في الرز ما فيهاش حاجة وكل حاجة ظريفة وخفيفة وسهلة المضغ ابتدى يبقى الدرس الأخير ده اختفى وفضل درس العقل طبعا هم نتكلم في ألاف السنين يعني وفضل درس العقل وطبعا بحكم زي ما قلنا إن ابتدى بيبقاش فيه دروس ببري للدروس أو إنها بتتاكل ما بقاش بيلاقي المكان لي إنه يخرج عند ناس مش قليلة وهنا برضو بتخضع على أشياء جينية بمعنى إن الأب والأم جيناتهم بتلتقي في الطفل أو في ابنهم أو في بنتهم فممكن يبقى الفك صغير من عند الأم والأسنان أكبر شوية من عند الأب فبالتالي بتجمعهم مع بعض يلاقي درس العقل بحكم إنه بيطلع آخر درس ما فيهش مكان لي يطلع طب إمتى بنشيله والله فيه مدارس برة بتقول هو كده ولا كده مش مهم ما قوي في المضغ لأن احنا زي ما قلنا مش هنحتاج ده فنشيله من الأول فيه مدارس كده آه أنا بنرجح أكتر هنا في مصر فكرة إنه إحنا نشيله إذا بتردت تحصل مشكلة يعني إيه بتردت تحصل مشكلة يبدأ يحاول يخرج ومش عارف يخرج بالكامل وعمل زي منطقة تقدر تحوش بكتيريا ولا يمكن تنظيفها فهنا بنقابل مشكلتين إنه ممكن يسوس الدرس اللي أمامه لأنه صعب التنظيف هذا المكان غير إنه دائم للتهاب بتكرار التهاب ومشكلة تحوش بقايا طعام أو بكتيريا فهو كده مضر ففي حالة وقوة أو افتراض هذا الدرر يبقى يتشال يعني هو مشكله في المقام الأول نبع من مكانه الأخير أو وجوده في مكان خلفي أو خروجه آخر واحد بعد ما بيكتمل فإذا لم يكن له مكان للخروج وحيؤدي لمشاكل للآخرين ساعتها نفضل يتشال لكن ما بيأثرش على العقل عشان دأكد شاند أكد الدقطة دي وما بيأثرش كمان تأثير ملحوظ خالص على المضغ أو على البلع طيب برضو في نفس السؤال هل هو خلع درس العقل عمليا أصعب من أي درس تاني ولا هو كلهم بنفس التكنيك على حسب وضعه إذا كان خارج منه جزء صغير فبيحتاج عملية جراحية لفتح اللاسة وممكن جزء من العظم يتشال وإذا كان خارج جزء أكبر بكتير فهو سهل يعني مش شرط أن درس العقل يتشال مثلا ببنج كلي أو عملية جراحية كبرى أو ما إلى ذلك البنج كلي بيوفر لنا لطباء الأسنان فكرة أن ممكن كذا حاجة تحسن يعني لو حد داخل وقت يخلع أربع دروس عقل ودايما بنقول أن أساس الطب هو عدم الضرر فلازم نوزن إخبار خاطر البنج كلي أمام منافع للمريض وبالحالة دي تم القرار بيتخذ مع المريض إنه كان يفضل إنه كل يتعامل مرة واحدة فبيتعامل في هذه الحالة لكن ما يمكن عمله من غير البنج كلي دايما هو الأفضل بالنسبة لها أفضل تمام السؤال الثاني في عادات شبه يومية عند الناس كتير إنهما بيتعاملوا مع تنظيف أسنانهم بخلة السنان أو بالخيط أو ما إلى ذلك إيه مدى صحة هذه التصرفات من عدمها إيه هو الصح وإيه هو الغلط إذا كان فيها حاجة صح أولا غسيل الأسنان الأساسي بتاعه هو الفرشة ولازم يكون غسيل ميكانيكي يعني إيه غسيل ميكانيكي لسه نسأل عن الفرشة لسه دلوقت ميكانيكي يعني لا يمكن نستعاد عنه بأي سائل يعني ساعة نسأل مرضى محترمين هذا كان سؤال برضو هو الموثوش أو الغسول الفم هل يغني عن غسيل الأسنان ولا لا دايما نقابل مرضى محترمين نقول له غسلت سنانك بيقول لي يخسرها ثلاث مرات في اليوم فهتسأله طب بتخسرها زي يقولك ما تمضمض بمضمضة معينة بدون ذكر أسماء ماركد لا ماينفعش ودايما في التشبيه بنقول دايما لو حاجة مسكة في أي سطح يجب الأول أن أنا شلها فهنا بتبقى الفرشة أهم كمان من المعجون فيجب أن الفرشة تشتغل ميكانيكيا على أسطح السن داي بتقابلنا المشكلة الأسطح الملاصقة بين الأسنان الفرشة عمرها ما تقدر تدخل بينهم صحيح هنا بيجي دور الخيط الطبي الخيط الطبي الخيط الطبي شكرا بننصح بالخيط الطبي على أقل مرة على أقل مرة في اليوم قبل غسيل الأسنان الليلي قبل الغسيل الليلي ويستحسن لو قبل كل غسيل إنما خلة الأسنان اللي هي الخشم دي لا لسه دي لسه لو المسافات بتريد توسع بحكم انحصار للأسن بيبقى الخيط غير مجدي لأنه بيبقى بيدخل في المسافة والمسافة واسعة عليها صح ساعتها بيبقى في حلين يأما بنستخدم خلة أسنان مسلسة وليست المدببة أيوة يأما بنستخدم الفرشات ما بين الأسنان اللي هي أشبه ما تكون بفرشات رفياة شبه الفرش بتاعة الأزايز اللي ممكن يتنظف بها الأزايز دي بتبقى فعالة في الأماكن ما بين الأسنان طب إيه أهمية البكتيريا في الأماكن ما بين الأسنان هي دي البكتيريا أو هي دي الأماكن اللي بيبدأ منها أمراض اللسة ما بين الأسنان فدي أخطر أماكن يجب تنظيفها في الحالات دي فعشان كده نصحتنا غسيل الأسنان بالفرشة والمعجون قبلها الخيط الطبي في حالة ما فيش انحصار لسة لو في انحصار يبقى خلة الأسنان الغير مدببة وأو الفرشات ما بين الأسنان طب ليه المدببة خطرة لأن المدببة بتبقى عاملة أولا هي ما بين الأسنان مسلس الشكل فهي عمرها ما هتنظفه صحة تاني حاجة بحكم إنها مدببة فهي ممكن تبقى سبب لإن يحدث إصابات والإصابات دي تساهم أكتر في انحصار لسة فتعمل مشكلة أكتر جروح أو ما يشاب طيب احنا جبنا سيرة غسول الفم اللي هو وسواء اللي فيه كحولة أو اللي خالي من الكحول هل هو فايدة حداك قلت لنا أنه لا يغني عن استخدام الفرشة لكن طيب في حال استخدام الفرشة هل فيه ضرورة لاستخدامه ولا ممكن الاستغناء عنه مفيش ضرورة لاستخدامه غير في حالات معينة أيوة وهي حالات إن أنا حابقى غير فعال بالفرشة بمعنى حد لسة عامل عملية في الفم فالفرشة لو جات على المكان ده هتقلمه هتقلمه وممكن تضر بالمكان الجرح صحيح لازم ساعتها غسول يساعد في الفترة دي في الفترة دي وأنا بأكد أنها فترة وليست دائمة دائمة حد كبر شوية أو عنده مشكلة تخليه ما يقدرش يحكم مسكة الفرشة وهنا بنقول في كبار السنة أرجوكم هاتوا فرشاء عريضة عشان يقدروا يمسكوها ساعات حتى نقول الجدون بتاع العجلة خد منه الحتة الأخيرة ويربطها في الفرشة حيث تعرض له المسكة فيقدر يمسكها بإيده فحد مش قادر يعمل بالفرشة بنساعد بغسول الفم وفيه أنواع غسول ممكن لفترات طويلة وأنواع لفترات وسائلة طب حد بيحب ريحته وطعمه جميل لكن لا يعني تستخدمه عادي ما فيش منه ضرر لكن لا تستعيد بي عن الفرشة تمام لا استعادة عن الشغل الميكانيكي لتنظيف الأسطح في الأسنان تمام وإحنا جبنا سيرة فرشة الأسنان كتير جدا جدا فعايزين بقى نعرف الفرق يعني إمتى نستخدم الفرشة النعمة وإمتى نستخدم الفرشة الخشنة وإمتى نغير فرشة الأسنان يعني ده سؤال برضو ناس كتير يقبت بقى عايزة تعرفه هل فيه طرق للوقاية أو للعناية بفرشة الأسنان شخصيا ولا لا فيه طرق وده سؤال جميل جدا إحنا بنحب دايما الفرشة النعمة عشان مش هتعور اللاسة ولا هتضرها ولا هتساهم في انحصار اللاسة الفرشة النعمة النعمة لكن مشكلة الفرشة النعمة إنها بسرعة جدا الشعيرات بتفتح ما بتعش كتير وفرش الأسنان بتشتغل بآخر الشعيرات فلو الشعيرات فتحت يبقى الفرشة ملهاش لازمة حتى لو حياتك عملت بيها فهي مش فعالة مش فعالة فيجب تغييرها بشكل دوري فعشان كده بنقول تمام لو حياتك مش هتقدر تغييرها بشكل دوري هات المتوسطة 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 لكن بنخاف من النشفة لأنها ممكن تبري الأسنان واللسة وتؤدي إلى انحصار للسة هم اللي بيستخدموا النشفة بيستخدموها بغرض إيه يا دكتور بيحسوا أنهم بينظفوا بينظفوا أحسن أكتر بزمة بزمة لازمة محتربة ويعني واخد الموضوع بزمة فإحنا دايما نقولهم تمام أنت أخذها بزمة خد بقى الفرشة النعمة كده أو الميديا أو الميديا الفرشة الكهربائية الفرشة الكهربائية فعالة جدا وفيها نقطة أن هي عريضة المسكة فبتساعد زي ما قلنا الفئات اللي كلمنا عليها ملهاش أضرار لو التزمنا بطريقة استخدامها وهي أني أنا ما أعودش أحرك بها زي الفرشة العادية أنا بنقلها من درس يعني هي ما تتحركش هي بتتحرك ونتلقى نفسها هي جواها كل التحركات بتعيتها حضرتك بتنقلها بس في خلال الوقت المحدد لكل سنة من التالي تمام برضو فيه أنواع من فرش الأسنان يا دكتور كريم بتبقى الشعر بتاعها أقرب للسيليكون أو أقرب لحاجة كده برضو مادة صنع الفرشة دي بتفرق الغالبية دلوقتي نايلون نايلون لأنه بيبقى غير مسامي جزء أساسي حياتك لازم تاخد بالك منه أن البكتيريا اللي في بقك هتعشش في الفرشة معنى عشان كده سألت حدك بقى نغيرها كل قد إيه عشان كده دايما يعني الناس اللي وعي قوي بتاخد فرشة للصبح وفرشة للليل عشان البكتيريا تموت من أنها نشفت آه يعني ما تستخدمش بسرعة البكتيريا كلها بيجي ماية تاني بتاخد حياة بتاخد قبلة حياة لكن احنا بنقول مش مشكلة استخدم الفرشة هي هي مش محتاج بس أول ما الشعري يبدأ يفتح الفرشة دي حياتك تاخدها ترمية في الزبال أول ما الشعري بتدي الشعيرات لأن احنا بنشتغل بآخر الشعيرات في التنظيف فبالتالي الفرشة دي غير فعال فده وقت تغيير الفرشة طيب ننتقل بقى إلى هاجس آخر عند كتير جدا قطاع عريض وغالي على قلوبنا كلهم كلنا وهم الشباب والبنات الصغارين اللي بيبقى عندهم انزعاج سواء من شكل أسنانهم اللي احنا بنقول عليه مجازا أو تسمية القديمة اللي هو بروز سنة أو اللي نقول ضب مثلا أو أن الناس اللي بيبقوا عايزين ما يعرف بعملات التقويم أو عملات الإصلاح بدء زي بدء كده العمر المناسب للإجراءات فيها تحصل علشان بس ما ندخلش فيه جداليات ومشاكل مع أولادنا وبناتنا على حاجة ممكن يكون العلم حاسمها الوقت المناسب إمتى؟ يعني إمتى نبتدي نتكل زي ما قلنا قبل كده هي مشاكل الأسنان ممكن تبقى جاية من العضم إنه صغير والأسنان هي اللي كبيرة فهنا المشكلة في العضم نفسه أو إن وضع الأسنان العضم مناسب لحجم الأسنان بس وضع الأسنان مش مظبوط خلي بالنا دايما إن فترة النمو هي الفترة اللي العضم بيتشكل فيها فمشاكل العضم بتبدأ من بدري علاجها والمشاكل الأسنان اللي هي مش مرتبطة بإن فيه مشكلة في نمو العضم ممكن في فترة البلوغ تبدأ التقويم فيها هنا طب أعرف منين لو مشينا على اللي قلناه في الأول إن انت بتشوف الدورية هتلاقي الدكتور بتاعك بيقولك في لحظة إحنا هنا لازم نتدخل وكل ما بتتدخل وكل ما دكتورك حاطت عينه عليك من بدري كل ما ده حيؤدي إلى قصر مدة العلاج وقلت تكلفة العلاج صحيح فحد يقول مثلا وأنا حاعد أروح للدكتور كل شوية ده شيء مكلف لو مرة كل سنة بكشف دوري هتغني عن مبالغ طائلة بعد كده لمشاكل وحلة تمام فبالنسبة للتقويم التقويم هو شيء مهم جدا لأن زي ما قلنا هيعالج مشاكل كبيرة بتأثر على الحالة النفسية غير إن عوجاج السنان ممكن يبقى سبب لعدم المضغ بشكل كويس فالهضم يبقى فيه مشكلة ويترتب عليه بقى مشاكل الهضم ويحاوش أكل بيعمل مشاكل بأشكال مختلفة فهو مش بس تجميلي بل هو كمان هو علاجي علاجي بالزبط والحقيقة أنا من الأول خالص وأنا مقتنع أنه التقويم والعناية بالشكل المظهر حتى العام ده يدخل في صميم العناية النفسية بالولاد أو البنات مش عايز أقول أطفال في العمر ده لأنه المواضيع دي بتبقى فرقة معهم جدا والحياة أنها فرقة مع أي حد يعني مش بس معهم برضو قبل ما نترك المرحلة العمرية دي في ممارسات خطأ كتير أو يعني المرحلة دي بتبقى فيها اندفاع شديد في التمرد على أكل البيت والرغبة في قد أطول برا البيت وطبعا ده بيترتب عليه التعامل مع الأكل السوقي أو المشروبات دائمة برا البيت أو كده هل الحاجات دي فعلا يعني بغض نظر عن مخاطرها على الصحة بشكل عام هل يعني مخاطر على الأسنان ولا هي يعني زيعة زي بقية الأكل يعني شرب القهوة شرب الشاي الحاجات المسلجة كتير لأن كل حاجة دلوقتي بقت آيس دي يعني آيس كوفي آيس تي يعني كل حاجة بقت آيس دي يعني عشان برضو إيه ما نكونش بنيجي عليهم أو ما نكونش برضو أسرنا في توجيههم أهلا بالنسبة لنا تاني هنرجع للتلات دوائر كل ما هو سكري بالزبط فيه خطورة علي كل ما هو حيمنعني من أن أنا أنضف أسناني أو اللي بقول لأن فترات طويرة برا البيت معناها أني حاكل واجبات بالكامل ومش حخص الأسناني بفرشة ومعجون أيها دي حتأثر أكيد لأنها حتراكم البكتيريا وحتعمل مشاكل ممكن لأسها ومشاكل تسوس كل يعني فهي في نفس السياق اللي قلنا عليه وطبعا زي ما حضرتك أشرت على الصحة العامة لأن طبعا الأغذية دي مليانة دهون ومليانة طاقة صعرات حرية عالية جدا صعرات الحرية العالية جدا طبعا وحيتك قادرة هتؤدي إلى مشاكل أكبر بكتير كمان من تسوس الأسنان أكيد طيب إحنا في بقى مرحلة كده هنفوتها شوية دي هنعملها حلقات تانية إن شاء الله لكن أنا عايزة أروح ناحية الجدود والجدات كبار السن وكبار المقام وكبار المكانة كتير منهم بيتعاملوا على إنه حالة الأسنان عندهم أو حالة الفم عندهم ليس في الإمكان أبدع من مكان فأنا عايز نختم كده حلقتنا النهاردة بنصيحة توجهها لهم إنه يعني كيفية تغيير الفكرة دي عند يعني كبار المقام زي ما بنقوله كبار السن يعني عشان ما يهملوش أو ما يفقدوش بمعنى أدق فرصة لجودة حياة ممكن تكون متوفرة بس هم بيضايعوها من إيديه طبعا كبار المقام عندنا في مصر هنا دول هم حاملي السخافة المصرية أيوة وهم دول يعني أنا بقول أهم فئة عمرية في رأيي حاليا موجودة لأن هي عارفة عظمة هذه البلد صحيح وبالتالي حالتهم النفسية بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا وكل هانم منهم أو بي منهم فهو كان في يوم الأيام شاب وسيم وشابة وسيمة جدا وبهم كبر احنا عايزين يفضل وسيم ويفضل جميل ويفضل متمتع بصحة جميلة حنقسمهم إلى نوعين من هو قادر على العناية بنفسه ومن هو يحتاج إلى العناية صحيح من قادر على العناية بنفسه بنصيء بأنه هو بعد إذنه يعني يخسل سنانه بعد كل وجبة وإذا تعذر يبقى يقلل السكريات ولازم ما يفوتش غسيل الأسنان قبل النوم بالفرشة والمعجوم تمام ودي نقول لو سمحته إحنا عايزينكوا حلوين طول العبر فساعدونا بس بدي صحيح اللي غير قادر على مساعدة نفسه لازم يكون معا مرافق ويبقى عارف أنه هنا بيحميه من مشاكل أكبر بكتير جدا 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 إيه المشاكل بنقابل ساعات وأنا شفتها في آياتي الخاصة وبرضو في الأسر العيني حد عنده الزهايمر اللي عنده الزهايمر وبييجي هو غير فاهم مين اللي حواليه دول وعنده ألم ومش عارف يتعامل مع الناس فإحنا مش عايزين نوصله أنه يبقى عنده ألم إحنا عايزينه قاعد معزز مكرم باحترامه لنفسه وحبه للآخرين ما يوصلش لهذا الوضع فلازم المرافق ليبقى عارف أن وجبك اليومي اللي بتعمله مع هذا حيحمين مشاكل كبيرة جدا لو حصلت حنطر ندخله بنجي كله وبنجي كله في السن المتقدم ليه مشاكله الرزق أو المخاطر بتزيد بالزال وده شفناها يعني أنا لا أنسى حالة كان أحد الناس المحترمة جدا وراجل محترم طرينا ندخله بنجي كله عشان أمله حشوات لأنه مش حيرد يفتحه وهو فيه ألم ومش عارف يعبر عن الألم فبالتاني المرافق لازم يعمل أن احنا طالبينه وهو غسيل الأسنان وهنا فرشة كهربائية هتساعدنا جدا 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 مع تقليل السكريات ومتبعت واجباتهم عاملة إزاي بيأكلوا إيه بس طبعا هتقابلنا مشكلة هم عندهم دروس فضل قد إيه أيوة ما هو ده كنت رسال لأنه لو ما عندهش دروس كافية حيطر يتنقل إلى الأكل الطري عالي السعرات اللي هو زي البسكوت في الشاي وزي الحاجات اللي هي سهلة بسهلة البعض فدي خلاص لو ما عندناش حل تاني ليجب بعديها أن احنا نضاف له أسنانه كويس جدا جدا وهنا زي ما حيتك قلت الفرشة كهربائية هتساعد المرافق كويس لأنه هتبقى هو كل محتاجه أن يحركها ويصبر وهنا بقوصيهم بالصبر كل واحد من هؤلاء الناس كان في يوم الأيام زو مكان عالي جدا ومن نعمره نوكسه في الخلق وهو دي النقطة اللي كلنا هنعدي بيها فقوصيهم بحسن عشرة الناس السينيرز اللي احنا كلنا بنفتخر بوجودهم معنا أكيد دكتور كريم احنا حلقتنا خلصت النهاردة ولكن مشوارنا لسه مستمر مع بعض وبطلب من حضرتك أن احنا نستكمل حوارنا لأنه عندنا موضوعات كتيرة قوي قوي وفي أسئلة كتيرة زملائي في الكنترول عمالين يسألوها بس للأسف ما فيش خلاص وقت أن احنا نسألها وبنوعد حضرتكم أكيد بحلقات أخرى مش حلقة واحدة علشان نستكمل هذا الحوار الممتع وهذا البناء العلمي الرصين الممتاز اللي بيخلينا شركاء حقيقيين في عملية الوعي الصحي بأجسامنا وبالكنوز اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالنا كان ضفنا الغالي النهاردة الأستاذ دكتور كريم فوزي أستاذ طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب جامعة القاهرة وإن شاء الله نشوفكم في حلقات جديدة من يحكى أن بإذن الله سلام عليكم اشتركوا في القناة